أيام قليلة قبل انطلاق الدورة السابعة عشر لمهرجان موازين يرى أولئك الأصدقاء أن حملات مقاطعة المهرجان التي يقودها ناشطون بشعار خليه غني وحده أي أتركه يغني وحده لها مبررات فميزانية هذا الحدث الفني الأضخم عربيا وإفريقيا تناقض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادي المتردية ويحتاجها أكثر التعليم والمستشفيات والبون التحتية ما شخصيا ما كان عرفش من كي يجو الفلوس دي الموازين وش يمول من طرف الدولة وش يمول من طرف من جهات خاصة كنسمعوا هذا الحوار بالنسبة لي ما واضحش دون كان دون كان دون انتقاد في هذه المسألة المسألة التانية هو أن موازين كيعطي القيمة للناس أجاني بكتر وما كيعطيها للفنان المغربي ما كتتعطاش القيمة للثقافة الأمازيغية والفن الأمازيغي بشكل عام وكذلك أنه الفنان المغربي ما كتتعطالوش قيمة في هذه السياسة دي الموازين ونتمنى أنه تعاب النظر في هذه النقاط تقدر ميزانية موازين بحوالي 8 ملايين دولار ورغم أن إدارة المهرجان تنفي استفادة المهرجان من المال العام بل من الخواص يسجل مراقبون استفادة الشركات الممولة للمهرجان من إعفاءات ضريبية تؤثر سلبا على ميزانية الدولة والمال العام المغرب في حاجة إلى هذه المبالغ لأن ما زالت السيدات يموتنى جراء الولادة ما زال المشكلة في الصحة في التعليم فالمغاربة والشبكة ضمنهم أيضا لا يسود ضد الفن بقدر معهم ضمن ترتيب الأولويات حتى الدول المتقدمة لا تصرف مثل هذه المبالغ على مثل هذه التظاهرات وردا على حملات مقاطعة المهرجان التي حملت أيضا شعار خليه صفر هو تقصد دعي المنصات فارغة وعد المهرجان بتوسيع دائرة مجانية الحفلات فيما دافع آخرون عن المهرجان لأنه يجمع بين ثقافات مختلفة عبر الفن ويروج لقيم الحدثة والتسامح والانفتاح فضلا عن الرواج السياحي والاقتصادي الذي يحققه حسب رأيهم المهرجانات هي صورة للسياحة الموازية أو للثقافة الموازية للسياحة الموازية للبلد فبالتالي هذه المهرجانات كلها تلعب واحد ضوء ثقافي مهم لتوعية الشباب والثقافة عندها واحد ضوء كبير جدا في المجتمعات المجتمع بدون ثقافة لا يسوى شيء وقدرت جماهير موازين في دورته السابقة بثلاثة ملايين وسط ترقب بما قد تسفر عليه حملة المقاطعة على الدورة المقبلة التي ستبدأ قريبا هي واحدة من سبع منصات ستستقبل أكثر من خمسمائة فنان من دول كثيرة في أحد أبرز التظاهرات الفنية في المغرب وأكثرها جدلا بين واصف لها بالواجهة الحضارية والقوة الثقافية الناعمة في مواجهة التشدد والانغلاق وبين من يراها رقصا على جراح المحتاجين والفقراء وهدرا لأموال تحتاجها البلاد فاطمة بوغنبور الحرة الرباط